موسيقى اللّا معكم أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج نجاحات وابتكارات حول العالم اليوم بنا نروع كندا نخبر قصة أغنى رجل عربي في كندا هو اللبناني جميل شعيب جميل شعيب هاجر إلى كندا بالعام 1979 بوقت الحرب اللبنانية بأحداث الضمور والتهجير اللي صار بالضمور ترك بلده وانتقل إلى منطقة جوني اشتغل بسبرماركت لفترة مؤقتة لحين مقرر يهاجر إلى مدينة موريال الكندية حيث تدى مشواره بصفرة طويلة حسب ما بيخبر ليوصل عليها بدون تأشيرة دخول إلى الأراضي الكندية وكان عنده الخوف أنه ما يسمحوله الدخول التأبي صديقه لي كان ناطره على المطار وابتدى من يوم مشوار الطويل بالاستثمارات من خلال أعماله المتواضع اللي ابتدى فيها واللي بيخبرها بكل رياحة قدام كل أصدقائه وقدام كل الصناعيين اللي بيحبوه واللي بيعتبروه أنه هو أكبر سند لإلون بتصدير منتجاتهم إلى محلاته سنة 1991 حول متجره إلى 12 ألف قدم ووصولا إلى 18 ألف قدم كمان محل فال ووصولا إلى العام 1998 لما زايدت شعبية محلات أدونيس بكل أرجاء كندا قام بافتتاح مرشاه أدونيس الأكبر بسان لوران بمسيحة 24 ألف قدم بمحلات أدونيس عدد العمال والموظفين يفوق 2500 شخص بين لبناني وعربي وأجنبي جميل شعيب بيرفض الاقتراب السياسي وبيعتبر أنه مواصلة نجاحاته بإدارة أعماله هي الأهم عنده نشاطات عديدة إلى جانب نشاطاته العقارية ونشاطاته بقطاع الهسبيتاليتي والمطاعم مؤخرا جميل شعيب بيع شبكة محلات أدونيس إلى شركة مترو الكندية اللي حقق فيها أرباح جيدة بيخبر جميل شعيب عن طفولته لما كان عمره 17 سنة وكان يبتدي عمله بالسبر ماركت بلبنان خلال زيارته لسيدي لإيصال بعض الأغراض كان رجع نهارا من هيدا المشوار حاطت براسه السفر نتيجة شعور أنه ملأ حاله بهيدا المكان شخصيا أنا معرفي بجميل شعيب اللي بقدر له كل تقدير وكل احترام وباعتبر أنه مش بس الصدفي والحظ هو اللي يشتغل مع جميل شعيب أكيد هو العمل والمصابرة في العمل لقدر يكون اليوم واحد من كبار الرجال الأعمال اللبنانيين في كندا هيدا الرجل مثل ما أخبرتكم قبل شوية يتمتع بطواضع ملفت عنده محبة للبنان اللددته الكنيسة الكاتوليكية بشخص رئيسة البطريار يوسف العبسي الصليب الأوراشاليمي المقدس وذلك نتيجة أعماله الكنسية وعمال الخير وتم هيدا الشي بمونريال بحيو دور سيادة المطران إبراهيم إبراهيم لما كان مطران لأبراشية كندا وبشكل أساسي فينا نقول أنه تجربة جميل شعيب بكندا هي فيها تكون حافز لكل لبناني لكل شخص حابب يبتدي مشواره يعرف أنه الكثير من العالم بلشوا من السفر ونطروا مشوار طويل ولما بيكون الله معه ما خوف عليه ترجمة نانسي قنقر